زهاء 1400 تلميذ يشاركون في المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم لنالجائزة رئيس الجمهورية للعلوم في نسختها السابعة التي انطلقت اليوم الأحد بالتزامن مع انطلاق المرحلة الجهوية مرال العلوم التي يشارك فيها 135 تلميذا 25 مشاركا منهم من العاصمة وكشود تجري على مستوى عواصم الولايات وزير تهذيب الوطني وإصلاح نظام تعليمي زار اليوم المراكز التي تجرى فيها المسابقتان بمدرسة تكوين المعالمين بن وكشود بمعية سلطات الإدارية وعين الوزير الموريتاني ووروفا التي تجرى فيها المسابقتان ذاكرا أن من أهداف إطلاقهما خلق تنافس إيجابي وإرخاء عينان تحليق لتلاميذ في سبيل إبراز مواهبهم العلمية والفوز بالجائزة من جهة والمشاركة في المحافل الدولية والإقليمية لتمثيل البلاد في المسابقات العلمية المقامة على المستوى الخارجي من جهة أخرى وإضافة إلى أهدافهم المحلية والإقليمية تتيح المسابقتان المشاركين فيهما شحذ مهاراتهم المعرفية في المواد العلمية واكتساب معارف جديدة تساعدهم على التفوق في المسابقات المحلية وفق تأكيد وزير التهديب الوطني ترقية العلوم واكتشاف مهارات تلاميذ ورعاية مواهبهم في تخصصات العلمية من أجل تأهيلهم علميا لمواكبة العصر ومستجدات العلماء أبعاد أخرى تسعى لها المسابقتان يضيف الوزير يشارك في المسابقتين تلاميذ الوصول النهائية من التعليمين العددي والثانوي المسابقة تعد مسابقة مفتوحة أمام تلاميذ سنوات النهائية في العدادية والثانوية تسلك مسارات مختلفة مرورا باختتام ثلاثة فرق من تلاميذ مختلف المواد العلمية قبل الاجتياز والوصول إلى مرحلة تصفيات الختامية ويتنافس المشاركون في مواد علمية هي الفيزياء ورياضيات العلوم ويحصد الفائزون الأوائل في ختام جولات المسابقتين جائزة رئيس الجمهورية للعلوم بعد منافسات ومسارات مختلفة ترجمة نانسي قنقر